اشتركوا في القناة هتدور حول ان الفيلم بيكون والده تقتل وحياته كلها تتغير وحاول ينتقل من اللي قتل والده وبكده يكون خلصنا من الفنان خلد النبوي ونروح للفنان الكوميدي بيومه فؤاد وبيومه فؤاد هيعمل فيلم جديد باسم مماما حامل ويكون معاه الفنانة ليلة عيلة وحمد المرغاني والفيلم ده المقرر طرحه يوم 15 في الشهر ده وكمان بيومه فؤاد هيعمل عمل تاني باسم ياما في الجرابي حاوي وده هيكون مع الفنان يحيى الفخراني ويحيى الفخراني هيرجع بالعمل ده قريب وده المقرر طرحه في عيد الأطحى وكمان هنروح للنهاردة ذكرى الفنان الراحل الساحر محمود عبد العزيز ومحمود عبد العزيز اتولد في اسكندرية وما جي ابتدى حياته في التمثيل ابتدى من خلال مصرح الجامعة في كلية الزراعة وكان من أشهر أعماله مسلسل رافط الهجان وكمان هنروح للممثلة حرية فرغالي حرية فرغالي هترجع بفيلم اسمه براة راية وسكينة وهيكون مع الفنانة وفاق عامر والفنانة وفاق عامر هترجع بالعمل ده كمان وده هيكون آخر أخبارنا في الساحة الفنية وهنروح كمان للساحة الغنائية وهنروح للمطرب عمر دياب وعمر دياب مقرر هيرجع في شهر سبعة بألبوم ميني ألبوم كوم من أربع أغاني والألبوم ده هيكون الألبوم برقم ستة وتلاتين للمطرب الأسطوري عمر دياب وده هتكون نهاية حلقتنا واكتمنى بس تكونوا استفدتم من حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته